اي سؤال شباب بنات عالشات هنا لما نخلص المحاضرة نفتح الميوت ونسأل هذا الكتاب هو اللي معتمد حاليا انا اعتمد للمرحلة الثالثة فهذا اذا حاولت انه تشتروه او انه تحملوا موجود بي دي اف الاختلافات بين الكتاب اللي عندنا احنا والكتاب اللي موجود بالبي دي اف انه فقط استخدامات الاسماء مثل الكتاب اللي واصلنا بالنسبة للكدوة العربية يمستخدم تقريبا اسماء عربية او اشياء يعني قليل مختلف عن البي دي اف الموجود بالنت فيعني اذا ردتوا تحصلوا من النت اوكي اذا موجود بتقى الكتاب دي اوف Long Island تimerkو الموجود او تكون الكتاب تقدرون التاشروع الاشياء اللي رح slippers اخذها فقط من الكتاب اللي مرح اخر كل الكتاب فقط الاشياء اللي تفيدنا احنا مناخذها اوكي حاليا رأى الصور من فتاعتكم الحضور اذا تردون تقدرون السجل الحضور حاليا لا لا علي كلاس اذا تردون روحوا علي كلاس وسجل وحضور لا 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 رأى صور لا اذا اذا تردون تناسبت الى الصور لا 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 تضعوا على الشرق وإن انتما تدخلتم بالبداية في الكلس تجدون نشر المهم المهمة الموجودة في الكلس تجدون يوم ايه تمام ايه تمام ايه ماكو داعت عالقون عالكلاس بس هنا حاولوا تجونوا بسرعة حتى نشرح حتى نكمل شرحنا اوكي اتفرس نتحدث عن ايه عندنا افعال نسميها افعال جامدة وردنا افعال نسميها وردنا افعال نسميها dynamic verb what's meant by stative verb stative verb is a verb used primarily to describe a state of being يعني نستخدم stative verb هو فعل نستخدمه حتى نوصف حالة نتكون حالة دائما الحالة انه هي جامدة يعني انت مثل من توصف حال او وضع او لون او شيء هو جامد يعني ما جاية الوصف اكشن هذا بالنسبة ل stative verb تقريبا خاصة مثل ام اذا كنت اتكلمت عن عمر ايك تقول ام 20 مثلا I'm a student هاي كلها حالة or situation مثلا مثلا تقول situation of possessive for example when we say I have or she has يعني لما تقول هي عدها أو هو يملوك ايضا نستخدمها بالستative verb الستative verb تشرح أشياء مثل it's how something is feel or appearance يعني شون هاد الشي مثل شعور هي افعل مثل تشرح الشعور ايضا تشرح الperspective الافكار ايضا ايضا تشرحنا التست الtypes مثلا هسا احنا هنا اذا شوفون ادنا like او ايضا dislike ها هي state of verb يعني مثلا تحب او ما تحب الاشياء اش راح اصير بنوعية state of verb هاي ملاحظة مثلا افعال التفكير مثلا عندك I think I believe I understand I know اذول مثل remember اذول افعال التفكير ايضا يكون state of verb افعال الشعور state of verb بنسمى عليها حاله جامده مثل I love I like I hate I prefer افعال انه الحس مثلا عندك doom ايضا افعال الحس يعني الحواس. عندنا ايضا افعال التملك. belong, own, have. لكن اكو استثناءات رح ناخدها بالسلايدات الجاية. فاذا تردون اهنا خليت لكم فقط نظرة عامة عن ال state في الافعال الجامدة. الافعال الجامدة يعني شنو؟ يعني هي ما نقدر نستخدمها بالبروغرسيب. احنا مو عندنا مثل present continuous و past continuous. الافعال لا نستخدمهم بال ing. اوكي فهل الافعال ما نخل بهم ing. اه ما نستخدمهما بال present continuous. ما نستخدمهما بال past continuous يعني الافعال التي بها ing لانهما افعال جامد الا في بعض الاستثناءات التي تختلف معانيها. التي سنشرحها حاليا. او في الصدحة الجاية. فهذول نسميهم Stative Verb ما نستخدمهم بال البروغرسيب يعني مثل الافعال اللي بيها ing ذو اللي حاولوا ان يتاخذون عليهم فكرة ولاحظوا انه هنا قل لك think الthink تكون stative verb و dynamic verb اش وقت تكون stative verb اذا كان معناها opinion فكرة ايضا major اذا كانت مثل الميجر اذا وصفنا طول معين الشيء طبعا مثل اذا توصف طول الشيء معين هذا ما رح يتقدم يعني رح يبقى مثل طول مبارل هذا الشكلة مثل طول الكتاب هذا الشكلة فهذا ما رح يصيب ب progressive situation فحنا يعني stative verb اذا كان قياس الاطوال مثل ايضا نفس الحالة اذا كنت تقيس weight مثل half weight يعني اذا مثل زيادة الوزن او نقصان هاي نستخدم لبعض الكرسف لكن اذا مثل انت تكلم عندك وزن مثل بوزنك الحالة اذا تستخدم stative verb يكون الفعل ما ب ing اوكي الفيل ايضا اذا كان بمعنى opinion يعني مثل انت مو تشعر بحالة مثل اذا كان مو يحب لكن مثل يقول look مثل she looks her mother هي مثل ان قلت شبه امها لازم نستخدمها بالstative verb فهذا الفارض بالstative verb هي افعال جامدة ما نستخدم بها ing راح تكون واضحة انه بالتمارين اللي راح ناخدها فمثلا عندنا some verbs can be both stative and dynamic طبعا ذولا كل افعال كلهم stative لكن بهم استثناءات قلنا مثلا عندنا b ال b هنا هي معناها is و are و am ال b هنا بالbase معالتها نزلتكم ممتاز هنا ال b معناها is و are و am بالpresent و بالماضي والزوار فمتى تكون ال b يعني ال is والام وال are ماذا تكون stative you are smart مثلا اذا وصفت احد اذا شوقت لما توصف احد قلنا you are smart مثلا you are a student مثلا تقول مثلا she is amazing هؤلاء كلهم stative مثلا احنا جاي نطي adjective الشخص يما نوصف شكله او نطي وصف الامرة او الاشياء لا مو الاشياء اللي يحبها hide like فنستخدم هنا لازم شي يكون الصفة ترجع علي اليوم بس شوية فهنا stative verb is شوقت تكون اذا وصفت حالة حالة شخص بس شخص it's a part of your personality يعني مثلا انا من قلك you are smart هاي جزء من your personality مثلا اذا تكلمت you are مثلا you are beautiful you are amazing كل هاي اجزاء من شخصيتك او اجزاء مثلا من نفسك انت مثلا امرك عملك لونك كل الصفات هاي اذا قلناها تكون stative جامدة لان هاي الاشياء كلها يعني متعبقة بيك وهي يعني جامدة يعني مو progressive يمكن تتغير بعث سانات لكن احنا متكلم بها بها الحالة هي stative لكن شوكت نستخدمها ال is وال are وال um وال was وال where dynamic مثلا it is used in the continuous when it means behaving or acting انتبه هنا مش وقت نستخدمها بال stative verb يعني بي هنا بال base مالتها اذا استخدمناها بالمضارع راح تكون is are on اذا استخدمناها بالماضي was were اذا استخدمناها بال base مالتها تكون be ing او bin اذا تذكرون بال perfect بال present perfect او past perfect تكون bin bin اذا ضخناها بال past participle verb فهنا هي being progressive او continuous لما تكون behaving او acting او 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 قملك reaction انت سويت عمل او حركة او تصرف تصرف تعarıق عمل تعلق برا ايه مثلاっ ع Angel انه ing مثلا I think that coffee is great انت باعتقادك انه هاي الكوفي دائما great فهذا اعتقادك فاذا كنت تتكلم باعتقادك يبقى stative ما يتحرك يعني ما يكون bing لكن اش وقت تكون dynamic consider have in my head يعني شون dynamic لما انت حاليا عندك اعتبارات او تفكر في هذا الشيء الان مثل what are you thinking about لما انا اسئلك عن ماذا تفكر بش تفكر انا اسئلك الان بعمليات التفكير اوكي consideration or thinking state يعني انا جاي اتكلم هنا لما اتكلم بعمليات تفكير حاليا او اعتبار لكن الاولى هي رأيك تنظر رأيك بشي مثل انت شكرا رأيك بالكوفي تكون مميزة نعم هذا رأيك بالكوفي لكن بالجملة الثانية لا انت تفكر مثل انا اسئلك بهذا الوقت انت ش تفكر بشنو what are you thinking about الجملة الثانية I'm thinking about my next holiday يعني انا جاي افكر my next holiday فاذا هاي عملية التفكير تختلف عن العملية الاولى العملية الاولى هي شنو بالها think هي opinion رأيك الرائماتك اللى انت مشكلة مثل عن الكوفي اوكي لكن بالدينامك لا انا جاي اسئلك عن شي تفكر فيه هاذ الفرق بين thinking and dynamic و thinking state حدنا الـ have نفسه اشو وقت تكون state of وشو وقت تكون دعمك تكون state of اذا كانت تقصد بها او تملك الـ have state of اذا تقصد بها تملك يعني مثل انت متملك شي سيبقى حالته ثابته بغض النظر اذا فقدت او صار عندك او المهم هو انت ملكته ملكته يعني سواء سابقا أو مثلا فقدت حاليا لكن المهم هو كان في تملكه فتقول هنا رأسا لما نشوف هاب ومعها ناون تقصد بها تملك لكن شو كتصر داينميك إذا كانت جزء من إكسبريشن إكسبريشن مثلا شو تقول احباط بارساك مثلا او احباط بريك فارلا مثلا وانا جايت ريك او ها احباط برك ا радرتة ام ها بيك نيك احباط بخ exercルة احباطة احباط بريك يعني كان العظيم إذا كانت احباط حول هذه الوقت مثلا احبط حالي ثاني لكنرا توصدمي لك رح تقول مائك او او عندك break I'm having a break. بالأولى لا إذا عندك مثل سيارة يعني مثل تقول I have a car I have two brothers مثل هذا تملك شيء لكن هذا expression يعني. C أيضا تكون stative dynamic. يعني إذا كانت معنى أنه أنت تشوف يعني شون معنى أنه أنت تشوف بالنظر يعني عملية النظر. وأيضا إذا كانت تعني understand. C ماذا تكون معناها understand. وأيضا معناها أنه تشوف بعيونك يعني أنت تشوف شيء مثل تقول I see what you mean. هذه معناها see في مكان understand. فهنا تكون stative. هنا I see what you mean. يعني أنا أفهم. أنت شوف تقول هنا see معناها أفهم. فهنا لما يكون معناها فهم تكون stative verb. لكن مثل وأيضا إذا كان with your eyes مثل تقول I see her now. شوف على الرغم أنه شافها الآن لكن هو يستخدم stative verb. مثل يجي طالب يسأل إذا قال هو now. غير المفروض نستخدم continuous. لا إلا هي. هي see stative verb. ما نقدر نستخدمها بالcontinuous إذا كان معناها see with your eyes. يعني معناها أنه أنا جاي أشوف بعيوني. كما نستخدمها بالcontinuous. نستخدمها ك stative verb. في I see her now. يعني على الرغم أنه أنت شوفها الآن لكن استخدمنا stative. She is just coming alone. شوفوا إذا تلاحظون أنه زمان الجملة بالcontinuous. بالمضارع المستمر لكن هو ما قال see I'm seeing. قال I see. she is just coming alone the road. فهنا see إذا كان معناها فهم understand. وإذا كان معناها see with your eyes. نخلي لها stay. لكن ما نستخدمها بالdynamic إذا كان معناها يشير للميت. وأيضا have a relationship with. مثلا عندنا I've been seeing. هنا بالprogressive. نسميها بالcontinuous. perfect continuous. I've been seeing my boyfriend for three years. مثلا I've been. شون أنه يقول أنا جاي أواعد صديقي من ثلاث سنوات. فهنا seeing معناها أنه جاي يواعد أو عند علاقة بboyfriend. I've been seeing my boyfriend for three years. هنا يعني معناها أنه هو يلتقي أو عند علاقة بأحد for three years. يعني عندها علاقة بالboyfriend. فهنا معناها أنه have a relationship. أيضا dynamic نستخدمها إذا كانت ميت يعني لقاء. I'm seeing Robert tomorrow. يعني أنا راح أشوف روبرت اليوم tomorrow. sorry غدا. فهنا استخدمناها ك dynamic إذا قصدنا بها ميت. فهنا يعتمد على مفهومك أنت وعلى فهمك. يعني تقرأ الجملة تحاول أنه تترجمها وتفهمها. أنه هل see هنا يقصد بها understand. لو see with your eyes. أو معناها أنه ميت أو have relationship with. فمن تفهم الكلمة اللي موجودة هنا الفعل. راح تعرف أنه هذا صح وجوده كstative لو خضر. أخر فعل عندنا test. test نستخدمها كstative لما نقول has certain test. يعني هنا لما نتكلم عن test معين. مثلا ما يختلف مثلا. with this soup tastes great. الانتظر كتها يصبح كل this soup tastes great. مثلا أو the coffee tastes really better. فهنا عندك test certainly test. يعني test معين جاء تتكلم عنه. مثلا test soup. بعمل السوب أو بعمل coffee. هنا تستخدمك كstative. لكن شوك تكون dynamic. هنا test dynamic. with action of testing. ننتبه هنا. إذا أنت مثلا جاي تتذوق الآن. ما جاي تتكلم. أنت هنا جاي تتكلم عن طعم السوب. يعني تقول great. awful. هنا تستخدم the state. بعمل. الكوفي مثلا عندك. مثلا. good. or awful. أيضا تستخدم the state. لكن إذا أنت جاي تتذوق the action of testing. يعني أنت استوق جاي تذوق السوب. أو استوق جاي تذوق الكوفي. فتقول مثلا. the chief. the chief. sorry. the chief is testing the soup. يعني. الشيف الآن. يذوق السوب. أو تقول مثلا. I'm testing the coffee. يعني الآن جاي أذوق الكوفي. من نسبة ذلك الأفعال. مهم أنه نعرف معناهم. لأن قد أجيب لك مثل جملة. مثل إذا سألون شون رح تجينا بالسؤال. مثلا. أجيب أقول. مثلا. it is. sorry. مثلا. أطيك السؤال. أقول لك. you are. مثل. being smart. you are being smart. otherwise. رح مباشر أنت تقول هاي خطأ. لأن هو مجال مثلا. sorry. لازم أنطيك التالي. مثل. you are being smart. otherwise. إذا قلت. always. معناه أن هاي خطأ. مثلا. يعني. أقول. you are being smart. يعني. now. إذا قلت. now. مثل. هاي جملة. you are being smart. now. رح تكون صحيحة. لكن مثلا. إذا قلت. you are. أو. you always are being smart. رح هنا تكتب خطأ. إذا أنت تعرف. إنه إذا أنت دائما. smart. لازم تستخدم. state verb. لكن إذا أنت فقط. بهذه اللحظة. smart. لا. نستخدم. dynamic verb. العفو. فلما نعرف. المعنى مالتها. مثلا. أقول. I'm thinking that coffee is great. هاي هنا رح تنطخ خطأ. لأنه. أنت جاي تطيل. opinion. ما تك. مثلا. لكن لما تقول. I'm thinking about my father. my brother. or I'm thinking about my exam. رح تكون صحيحة. هذا الفرق بينهم. هنا أيضا. رح ناخذ. exercises. عليهم. شوي. بالexercise. رح تتوضحتكم. الفكرة. بس لحظة. yes. look at the pairs of sentences. برس يعني الجملة الأولى والثانية. رح نسو كمبرج. between them. which one is correct. and why. okay. مثلا. I can. yes. okay. they have a teenage son. they are having a teenage son. okay. إذن جم التين. they have a teenage son. they have a teenage son. إذا تقدرون بتشات. تقولولي. مثلا. الفرق بيناتهم. they are having a teenage son. أو يمكننا تكون متحانك جيدة تقولولي. هسو تعبانين. okay. أنا أحلها لكم. they have a teenage son. they are having a teenage son. son. yes. عندنا هنا الجملة الأولى هي تملك. هنا الأنصر معناتها. they have a teenage son. is correct. يعني الجملة الأولى. ليش؟ لأنه have عندي هنا. refer to the position. is a stage verb. لأنه الhave هنا هي own. قلنا إذا كانت تعني بالأن. أو التملك. راح تكون. state verb. فيقول. position is a stage verb. and cannot be used in the continual. هنا لما قال. they are having a teenage son. قلنا إذا كانت تعني. possessive. يعني هما يملكون أو عدهم. مراهق. ابن مراهق. قلنا هايتملك. فإذا إحنا التملك تكون بالstate verb. لكن إذا كان التملك واستخدمت معها ing. فتكون خطأ. ما نستخدمها بالstate verb. تكون dynamic. ما نستخدمها بال. sorry dynamic verb. لأن هي تشير للstate verb. لأن هي تملك. فهنا الجملة الثانية. خطأ. ما نقدر نستخدم التملك بالprogressive. والprogressive معناها إضافة ing. أو الcontinuals. الcontinuals أو الprogressive. أو أثنين هم يشيرون لإستخدام ing. فالجملة الأولى هي صحيحة. لأن شارط للتملك. تقدرون أن ترجعوها بالسلائد الجاي. تشوفون إذا كانت للتملك. نستخدمها بالstate verb. لكن ليس وقت نستخدم ing إذا كنا نشير إلى expression. مثل. فهم دائما نعتهم teenage songs. يعني مو حالة مثل أن يسعوه بعدين ما تصير. لا. هي ليس لديها ، فهم مو تصنيات مو تصنيات ما تصنيات ما تصنيات ما تصنيات ما. هنا استخدم البرازن سيُنبه و هنا البرازن سيُنبه. هنا البرازن سيُنبه. 5 languages is correct yes she is speaking 5 languages is impossible is impossible you can't speak 5 languages at the same time شون يعني لما أقول she speaks 5 languages هي تتكلم خمس لغات لكن مو الآن لكن هي دائعة يعني خمس لغات لكن لما أقول she is speaking 5 languages يعني أنا جاي أقول هي في هذه اللحظة قاعد تتكلم خمس لغات سواء فهذا يقول is impossible مثل معناها أنه هي مثل تكلمت خمس لغات في هذه اللحظة لا ما تقدر تتكلم خمس لغات في هذه اللحظة قد تتكلم لغتين أو تتكلم يمكن على الأغلب لغتين بنفس الوقت إذا كانت تدمج بينهم لكن في هذه اللحظة ما نقدر نقول she is speaking 5 languages لكن نقول هي دائما تتكلم الخمس لغات لكن ليس في هذه اللحظة لا تقول she speaks 5 languages هي تتكلمهم لكن ليس في هذه اللحظة مثلا هنا عندنا oh no it rains oh no it's raining لما أقول oh no وهنا هذا التعبير this expression refers to the now يعني هذا التعبير يشير أنه أنا الآن في هذه اللحظة جاي أقوله for oh no it is raining it is correct ليش it's correct الجملة الثانية والجملة الأولى لا it is raining now at the moment لما قلت oh no يعني معناها الآن أنا جاي أتكلم it is raining يعني أنا جاي هنا صار عندي هذا التعبير وأشوفها الآن هي جاي تمطر فأستخدم the present continuous لأن the present continuous at now at this moment أو نستخدمها أيضا للتخطيب for planning لك الآن هنا أقول استخدمها for this moment جاي أتحدث عن هاي اللحظة it is raining is correct it rains هنا الجملة الأولى ليش خبر is used to describe typical weather for a place or season for example it never often always rains مثلا يقول it never rains or it often rains or it always rains here in the winter شواء كنت نستخدم it rains إذا قلت مثلا every year it rains مثلا كل سنة عدنا مثلا تمطر فإترانس هي معنى فعلا كل سنة تنظر أو كل ونتار تنظر أو كل شتاء تنظر لكن ليس بها اللحظة الحالية present symbol يتكرر مثلا لكن ليس ب اللحظة التي أنا أتكلم عنها لكن استخدمت هذا التوز رائن لأن أنا جاي تكلم عن هذه اللحظة We are thinking opera is boring We think opera is boring نتبه هنا We think opera is boring is correct إذن نستخدم ها ك state verb إذا تكلمنا عن our opinion عن رأينا فهنا we think opera is boring أنا لما أحنا جاي نط رأينا بال opera غل is boring yes good زين good thank you لأو think opera is boring is correct نتبه think refer to the opinion opinion is a state verb and cannot be used in the continuous you can't use think in the present continuous when it's something that is happening now for example I'm thinking about my girlfriend I'm thinking of going to Spain on holiday I'm thinking I'm بقصد انه رأيك بصورة عامة الرأي مالك او الرأي للجميع نستخدمها بالستاتي في بعض فمثلا تقول I'm thinking of going يعني انت شون قاعد تفكر انه انت تروح قاعد شون سوي planning تفكر ب planning for future قاعد تفكر بخطة مستقبلية فتستخدم بها thinking فwe are thinking opera is boring انا جاي اتكلم برأي فغلط خطأ انه اكتب progressive or continuous لأ انا من انطري رأي اقول we think opera is boring مثلا باعتقاد ان ال opera او باعتقاد ان ال opera is boring قبل ان اذهب الى الكتار سايز الثاني عجكم السؤال عن state verb and dynamic verb اي سؤال اي سؤال اوك افنا جهنا complete the questions and answers with the correct axillary verb axillary verb رحنا قلنا باجلنا سار دو بل فتر بما بعد نه وزور فمثلا عندنا هذا الفراغ يجينا مثلا multiple choose هنا طبعا السؤال يجي اما multiple choose خيارات متعددة او صح وخطأ او يجي مثل الفراغ مثل it ويكون الجواب عندك بالخيارات المتعددة is raining been raining or rains رح يكون هيت السؤال اما multiple choose او true false can believe the questions and answer with the correct and visual reverb مثل have trouble a lot مدام عندنا هنا فعل دائما اذا عندنا فعل travel work play دائما نخلي does وdo اما does او do اذا كان بالماضي did اذا ما عندنا فعل رئيسيا هنا نخلي is او am او are اذا عندنا فعل رئيسي نخلي do او does يعتمد على حالة الفاعل اذا ما عندنا افعال هنا رئيسيا نخلي is او am او are اذا بالماضي was where فهنا عندي اباوع فعل رئيسي فلازم انا اضيفي اما does او do فعندي هنا السبجكت هو singular so i will add does فاقول هنانا does he travel a lot ناعدنا yes he does طبعا خليت does ما اقول is لان هنا سألت بdoes و لازم اجاوب بdoes فمثلا اذا عندك سؤال he a student مثلا فاش راح تكتب is he a student ما تكتب does he a student لا is he a student فمثلا الجواب تقول yes he is مادام سألت is he a student واذا تلاحظوا ما بها السؤال is he a student لا يوجد سؤال يعني لا يوجد سؤال فعل رئيسي فقط هنا لما اشوف فعل رئيسي استخدم فdoes he travel a lot yes he does هنا عندنا she work in a bank no she هنا عندنا does she work in a bank ننتبه هنا does مع singular و do مع plural و i يعني مع plural و i no she doesn't طبعا جابت بنفس the does اوكي بس يعني شو سألكم انا اصلا بديت بالمحاضرة متأخرة يا شباب بنا بس انتبه شوي واي do they play golf yes they do انتبهوا احنا استخدمنا هنا do نفس الحالة دولي ال stative verb وعندنا ال dynamic verb complete the pairs of sentences using the verb in the present symbol or the present continuous ياما استخدم ال present symbol يعني مثل stative verb او present continuous اذا انا مباشر راح احلها لكم فمثلا عندنا او او شما او demonstracin طبعا عليكم اجدا ايتما تمام احنا الصالح راح شوي احاول انه فمثلا عندنا رامن و ذفا ار ايراني they are مثلا they وعدنا هنا الفراغ فهنا نستخدم مادام احنا جاي نتكلم عن اصلهم فلازم نستخدم state verb او احنا جاي describe their states قاعد نشرح حالتهم او انه هذا الشيء متعلق بشخصيتهم او بتاريخهم فنقول they come from Paris Paris يعني yes they come from Paris انه بش نقول احنا they will be here very soon احنا جاي اتكلم الان بالبداية لما اتكلمت عن انه الان جايين اتكلمها هنا بالstate verb احنا جاي اصف حالتهم انه هما مثل description of their state لكن لما اتكلم انه هاي اللحظة soon اذا شايفينها they will be here very soon هاي بالفترة جاي اتكلم فإذن اربطها بالكونتنول they are coming by car يعني بهاي اللحظة هما جايين بالكار they are coming by car have عدنا احنا nor can't come to the phone جاي اتكلم الان nor can't come to the phone she is having dinner now ما دام قال اهنا now فهنا نستخدم have of a continuous or progressive she is having dinner now لكن هنا شي a beautiful new car لان اذا تملك نستخدم she has اذا مع المفرد has ومع الجمع وال i have she has لانه possessive a beautiful new car لانه اشيار للposition نستخدم has لكن في الحالة الاولى هي الان قاعدت تتناول الدينار the food is too salty اوكي فهنا يتكلم انه hi the smell يعني معناها انه جاي تكلمنا بالوجبة الحالية الان فلازم نستخدم ال continuous we are not enjoying that لاحظون not اجت بعد we are not enjoying this مثلا هنا ادنا the smell at all the food is so salty فهنا لما اتكلم الان the smell معناها انه هاي الوجبة الحالية اللي انا موجود عليها انه هي not enjoying فwe are not enjoying the smell at all the food is too salty لكن هنا we don't enjoy salty food we don't enjoy salty food يعني هاي بصورة عامة جاي اطل the description for my state or for our state يعني جاي اطل وصف الحالة انه احنا ما نستمتع بالاكل المالح فنقول we don't enjoy salty food يعني دائما احنا بكل الاحوال ما نستمتع بالاكل المالح لكن بهذا الفراغ الان هو ما يستمتع بالاكل الاكل يعني ما يستمتع بهذه الوجبة في هاي اللحظة ايضا عدنا سي نفسها هنا نقول joy isn't here جاي نتكلم يعني في هاي اللحظة وهنا وهنا he is seeing the doctor at the moment يعني هنا قلنا اذا meeting او visit مثلنا meet او visit نستخدمها ك dynamic verb معناها meet او visit انو understand طبعا احنا عدنا الverbs play go do ان شوف الرولا احنا نم the vocabulary and listening احنا make a list of as many sports and little activities as you can think of use the pictures to help you عدنا احنا verbs write play go or do احنا احنا the rules are as well احنا الرولا مالة هاي شون استخدم go وشون استخدم do وشون استخدم play ويا العب هنا we use play play ويا ما نخليها with a game which uses a pole often in teams يعني استخدم play اذا ويا الفرق اللي تستخدم البول وايضا اذا كان teams يعني فريق مجموعة من اشخاص سواء شخص او اكثر او اربع اشخاص يعني بالteams اي لعبة بها كرة و teams يعني او العاب للفرق يعني بها فرق we use go with the sports activity ending in ing go نستخدم ها فقط والألعاب اللي نهايتها ing we use do with a sporting activity often an exercise activity not ending in ing نستخدم do مع الأفعال الألعاب اللي ما تنتهي في ing وايضا الأفعال اللي ممكن تسويها انت مثل وحدك عن أفعال تحتمد عليك انت وحدك مثلا note that there are some expression of these rules for example do boxing هنا هنا طبعا لدينا اقول exception هنا نهاية rule for do boxing نحن نعرف go مع ing لكن do boxing كانت استفنى فمثلا هنا لدينا الأفعال اللي تنتهي بال ing نخليها go horse riding do urbex تشوف هنا مثلا اللعبة هي exercise لكن انت وحدك تفعلها مثلا play volleyball هاي تعتمد على فريق go sailing ننتبه هنا الـ ING مع الـ GO والألعاب التي تعتمد على الفريق PLAY والدول للألعاب التي تعتمد عليك فقط أنت نستخدم الـ BATH SYMBOL و الـ BATH CONTINUALS و الـ BATH PERFECT سنقوم بـ BATH ملخصة عنهم حتى نشوفها في الـ EXERCISE مثلا نستخدم الـ BATH SYMBOL نشوف الـ BATH SYMBOL نشوف الـ BATH SYMBOL يلا بدينا فما اعرف بعد انتم ما شون قسمت الوقت عبار يعني انتم معتكم اكزامس قبلها اربعة يعني فهذا السلايد اشرح لكم ونخليها هاي شوي هم يرادلها شرح we use the past symbol tense to talk about past situations لما نتكلم عن الاشياء بالماضي مثلا تقول i met my wife in 1983 يعني هنا الاشياء كانت في ال past يعني مثلا ال present كانت تكلم عن الاشياء بالماضي we use did to make questions with the past symbol نستخدم ال did حتى نسوي question مثلا اذا كان عندنا اذا سمينا did were the question did she play tennis when she was younger نا استخدمنا ال did but the questions with who often don't use did اذا عندك السؤال يبدأ الwho تسأل على الشخص طبعا الwho ما نبديها بدد ما نكتب معاها بدد مثلا ما تقول ما تقول who did discover pensiline لا who discovered pensiline ايضا we used didn't or did not to make negative with past symbols they didn't go to Spain this year فهنا ايضا did نستخدمها بالnegative we use or use the present continuous to indicate sorry past continuous to indicate that a longer action in the past was interrupted high longer action in the longer action حدث متواصر بالماضي was interrupted what is interrupted يعني قوطع بواسطة حدث ثاني the interruption is usually a shorter action in the symbol past or the symbol past ايضا ادنا الlonger action بالماضي هي past continuous وكيف قوطع بشورت اكشن ايضا بالباس لكن الشورت اكشن راح تكون هي symbol past او past symbol والlonger action الحدث المطول بالماضي راح يكون الcontinuous مثل I was watching tv انا يعني جاي الى هاي الlonger action يعني من الماضي الى هاي الفترة واثنينهم بالماضي when she called هي قاطعته بمكالمته هاي when she called فهاي الlonger action والانترابتت بشي كال the past perfect the past perfect expresses the idea or idea or action accord before another action in the past شنو ال past perfect انا عندي action هنا بالماضي واتباعها action ثاني بالماضي الاكشن الاول هي past perfect يعني ما قاطعتها مثل الاكشن هاي هاي قاطعتها لا هاي صارت اولا past perfect وبعتها past symbol فعدنا صاروا حدثين بالماضي واحد بعد الاخر الاول نسمي perfect والثاني نسمي symbol لكن اثنين هم بالباس i had never seen such a beautiful beach يعني هذا الحدث الاول هو ابد ما شايف مثل جمال هذا البيت before i went to California الحدث الثاني هو ذهاب لكاليفورنيا يلا شاف هذا البيت فالحدث الاول i have never seen بعدين الحدث الثاني went to California بعد ما راح لكاليفورنيا شاف هادش هذ الفرق بيناتهم فعدنا هنانا exercise okay yes test your grammar match the sentences and pictures first when mark arrive at home carol cooked dinner فعدنا one we can match it to the picture b carol is putting on her apron ready to start cooking فمثلا اثنين هم بالماضي الحدثين لكن ما اكو حدث سباق الاخر when mark arrived at home carol cooked dinner يعني هي الان جاي تطبخ الاكل بينما هو وصل واثنين هم الحدثين كانوا في الماضي لكن في نفس الوقت يعني ما اكو حدث سباق الاخر ولا حدث interrupted by the other يعني حدث قطع بالاخر when mark arrived at home carol was cooking dinner فكان we can match it to the picture c carol is at the cooker cooking يعني لما اجا مارك at home carol was cooking يعني the long action is cooking the long action carol was cooking dinner the short action or the or the long action is interrupted by mark is arrived or mark arrived short action هي كانت وصل mark لكن long action هي عملية الطبخ اللي تقوم بها carol when mark arrived at home carol had cooked dinner okay three we can match it with the picture a the dinner is on the table the first action carol had cooked dinner the first action carol had cooked dinner يعني هنا the first action هنا two actions one of them the first action and the next one is second action mark arrived is the second action the first action carol had cooked dinner يعني carol خلصت العملية الطبخ ووجد ووجد انه الطعام effect ما تطبخ موجود على table فهي كانت الاكشن الاولى وصول mark بعد ما خلصت الكوكينج وكان الاكل on the table هو الاكشن الثاني احنا احنا اشوف الاكشن when mark arrived at home carol cooked dinner حال الاولى هنا we use the past symbol to show a sequence of past events arrived then cooked هنا استخدمنا past symbol حتى نظهر انه اكو تسلسل الاحداث بالبداء اثنين هم حدثين بالماضي لكن واحد بعد الاخر او اثنين هم تقريبا نفس التام لكن في الماضي ما كان احد سابق الاخر مثل اذا كان عمليات الطبق قبل الوصول بفترة اطول يمكننا استخدم الperfect لكن هنا كانت قريبة فما استخدمنا الperfect استخدمنا السمبل when mark arrived at home carol was cooking dinner we use the past continuous to show a long action that started before arrived شنو الlong action قلنا carol was cooking هي هاي الlong action and was interrupted by it interrupted by mark arriving بواسطة mark is arriving وصول mark by it or continued after it يعني العملية المطولة هي carol was cooking بينما هي كانت تطبخ العملية الثانية هي وصول mark اما قطعها وصول mark او هي بعد هذا الشيء استمرت بالطبخ لكن المهم انه قطعت بوصول mark when mark arrived at home yes carol had cooked dinner we use the past perfect to show an earl past event mark arrived but carol had cooked earl يعني هنا past perfect نستخدمه حتى نشوف sequence of events in the past اول حدث اللي كان هو انه انتهت وخلصت من عملية الطبخية carol had cooked earl يعني carol had cooked dinner اول حدث انه كارول كملت الدنار او يمكن خلت طعم على table the food or the dinner on the table بعدين مارك اجيه فهذا past perfect حدث ان كان بالماضي الحدث الاول هو carol had cooked والحدث الثاني mark arrived هذا الفرق بيناتهم فهنا شوي ناخذ ايضا نشرح which tense is used in these two sentences هنا two sentences which verbs are regular which are irregular he laughed and went up to the baby he danced and sung okay اه اوكي اه خليها نانا هاي find more examples in the story هاي احنا the story we omitted يعني ما اخذناها فعدنا هنا الانصر of this question yes the tense used is the past symbol اوكي الجملة الاولى استخدم فيها الباس symbol left and danced left and danced are regular past form يعني regular قياس يعني شكل مالتهم ما يختلف عدنا regular and irregular verbs left and danced left and danced are regular past form went and sung are the irregular past form of go and sing يعني went and sung هي irregular verbs يعني تغير شكلهم الباس مالتهم go and sing فهنا عدنا regular past form in the story يعني irregular verbs posted went appointed shouted looked opened screamed danced covered stopped listened irregular past form in the story مثل وز ران هذه irregular verbs two what are the tenses in these sentences what is the differences or difference what is the difference and meaning okay number one he laughed when he saw the baby okay عندنا هنا the first sentence هذا طبعا الانصر مالتها the first sentence is in the past symbol okay past symbol يعني الverbs اذا تلاحظون كثيرا هم بالpast symbol it means that he saw the baby and then he left it يعني الحدثين كانوا قريبين جدا وبالماضي فهيا means that he saw the baby and then he left it okay الحدث الاول وكان قريب من الثاني he saw the baby and then he left it he was laughing when he saw the baby the second sentence uses the past continuous then the past symbol عدنا هذا الباس was laughing وبعد ان يboys سوا أو سوا هو الباس symbol it means that he started laughing before he saw the baby at first he was laughing and then he saw the baby يعني قبل ليشوف البايبي هو كان يضحك في اللونج اكشن he was laughing and this action is interrupted by he saw the baby هاي الحدث المطول انه هو كان يضحك وقطع هذا الحدث انه هو يشاف البي he laughed when he he had he had seen the baby the third sentence uses the past symbol than the past perfect the past symbol laughed had seen here perfect it means he started laughing after he saw the baby so الحدث الاول he had seen the baby بعدين he laughed it في الحدث الاول كان he had seen the baby he laughed after he seen the baby so the first one he seen the baby وبعدين بعدها he laughed المطول والثاني لكن ما كان بينهم فصل المطول فعدنا he was laughing هذا كل الحدث he was laughing المطول هذا اللي عليه زكزاك هذا كله he was laughing وبعدين وبعدين he saw the baby هنا interrupted by he saw the baby حسنا عندنا هنا he seen the baby he had seen the baby هنا الاكشن الاول وبعدين he laughed or laughed yes he had seen the baby وبعدين he laughed فهنا عندنا هذا الرسم يوضحنا الجمل وهذا الشرح عنهم اخر شي عندنا لبرونسياتيشن work with a partner write the verbs from the books and the chart according to the pronunciation of the a ed ending هنا رح نتكلم عن الافعال اللي تنتهي بال ed the rules are us fellows pronounce the ed ending as t طبعا between two slashes prononce as t يعني t t يعني لما نشوفها كحرف واحد لكن اذا هنه between two slashes نقولها t after any unvoiced consonant except t قبل unvoiced consonant يعني نسمي voiceless yes ok pronounce the ed ending as t after or any voiced consonant except d d only pronounce ed as i'd after the letters t and after the letters t and d for example post so here we have unvoiced or voiceless consonant and voiced consonant so voiced consonant are those that make our vocal chords vibrate when they are pronounced or produced voiced voiced yani vocal chords يعني الحبال الصوت يكون بها vibration ok مثل b مثل اللي نقها book book لكن مثل الـ声اديواء السابقة هنا اذا استخدمنا الـ声اديواء السابقة هنانا الفوكال كورس ما يكون بها فيبراشن ماذا نقول pen تفرق عن لما تقول book راح تلاحظ انه اكو فيبراشن او اهتزازكم بالفوكال كورس لكن هنال ايدي هي فقط اني نلفظها ايدي فنحاول انه نفهم الفويس لس كونسننت والفويس كونسننت فهنا عدنا وذكي يعني ال ايدي راح تلفظ ت والايدي تلفظ د والايدي تلفظ قاعد مثل لفتد صاري لفت لفت ستوبد لكد دانسد كوفرد لسند اوبند سكريمد وانتد شاوتد بوستد بوينتد شوين نحاول انه نساوي سيرج على الفويس لس واند الفويس كونسننت المعلومات اكثر حتى تشوفون الكلمات اللي تنتهي بالفويس والفويس لس الهنا يكون نهاية محاضرتنا شوبران لكم اشتركوا في القناة